كنت أتكلم مع أحد قبل قليلا من ساعة وأنا كلمه وقفت الكهرباء وانتفنت ووقع في غدرة وكلمه وشوفه يتكروش يتقوص يقول لي يقول لي يا أخي بعوض ونامس وبهدلة وين انتوا يا ناس وين انتوا انتوا في عالم آخر جبت له مثال عن لي صديق في الكلية من دولة أفريقية اسمها جينيا او مو قانا هي تقريبا جينيا فالناس هذولة في عندهم البلد ما هي غنية ولا فيها موارد ولا فيها أي شيء البيوت قديمة على شكل أكواخ في صورة له هو وأهله وعماته انه خلفهم بيوت قديمة على شكل أكواخ واوي الاخرة وشوفتم ماسكين تلفونات وبيسوون تيك توك ما عرف ايش ايش الوضع يا وعندكم قال كهرباء أصلا ما تنقطع عندنا لا كهرباء تنقطع الخدمات أرخص من بريطانيا في النت وين انتوا يا يمن يا حضرموت اللي بتغدي وبتورد الجمهورية اليمنية ثلت الميزانية ما هي مخنوقة من الجمهورية اليمنية مخنوقة من أهلها في حضرموت اليوم البحسني يزج أو يعمر بقوة ضاربة لمحاصرة شركة بيترو مسيلة في الساحل ليش من أجل أن يمنعوا النفط عن حضرموت الوادي هكذا قرأنا في وسائل التواصل الاجتماعي وهكذا وصلت التعليمات حبينا نتأكد زدنا واتصلنا تفطي الكهرباء على اللي بنسأله لكن قال اللي تشوفه اللي مكتوب في الداء حقيقة طيب القوة اللي تحركت قال اللي أصلا القوة موجودة هناك فأمرت بإقلاق شركة بيترو مسيلة حتى لا تضخ المشتقات النفطية إلى الساحل الوادي والصحراء فالشركة لها قرارات منفصلة أو لها إدارة منفصلة عن الدولة فمنعت الوادي والساحل معنا يلا خذوا لكم ها ما في تمنعونا من هنا فهذا اللي يحصل من يقف خلف تمزيق حضرموت اجتماعيا وجغرافيا يعني من المريخ جايين اللي يقسمونها لا ما هم المريخ حضارم حضارم يظهر لنا سلفوع هنا ويظهر لنا هنا من واحد من البامريرا أنا شرحت لكم ياها السلفوع هو الشخص الذي لا مهنة له ما عنده مهنة ولا عنده عمل من مقهى لمقهى ومن كفتيريا لا كفتيريا فأصبح الآن له تأثير في ساحة حضرموت في الساحة له تأثير هو سلفوع أصلا ما عنده مهنة لا اجتماعيا ولا مهنيا ما عنده شيء هذا هو السلفوع والبامريرا ليست قبيلة قلناكم ياها البامريرا مجموعة أشخاص يتم تمرير مشاريع غير حضرمية على حضرموت هؤلاء هم البامريرا حطوا لهم نياشين وقالوا لهم شو أنتم حضرموت الباقي شو يخفون لكن الآن سترون في الأيام القليلة القادمة إذ مجموعة نكبناهم باقي مجموعة ثانية الآن بننكبهم البحث لهذا مش ناوي يجيبها بره كل ما اشتدت عليه من الانتقالين راح وين يترحم عن سيد الانتقالين يشرد لأبوظبي فارحموني ما أنا ما أقدر أقاوم الشرعية إذا قاومتها بيتم عزلي على الأقل خلونا نمشي يشتغلوا أنتم ورتبوا وضعكم في عدن ورتبوا وضعكم في حضرموت وسوونوا كتلة كعلة ما أعرف أنا أشتغل مع الشرعية وأنتم ما عليكم شيء لواء بارشيد يحاربون القوى الموجودة في الوادي وقواته موجودة قلنا لهم طيب حضرموت ينبغى أن تكون للحضارم يقول لك لا لازم تروح لعدن حضرموت من سيستفيد في حال تمزيغ النسيج المجتمعي الحضرمي؟ من سيستفيد؟ الآن أصبحت قوة ترى الوحدة اليمنية قوة ترى الجنوب وقوة لا ترى حضرموت لا هنا ولا هنا ماذا سيحدث؟ بالصراحة الحضارم هم سبب ما يحصل لحضرموت وليست فئة جاية من المريخ أو من كوكب آخر هذول من كوكبنا نفسه من كوكب حضرموت عايشين في كوكب لحدهم يخرجون مجموعة يقول لك نحن نسقط حضرموت لصالح الانتقالي الانتقالي مش قادر يقوم في عدن تسقطونها لصالح الانتقال للفوضى ليش؟ هل ستستفيدون لما تضربون أنفسكم بحضرموت الوادي؟ ما تستفيدون؟ تضعفون حضرموت أنتم؟ أنتم بهذه الطريقة تضعفون حضرموت؟ أضعفتوها سياسيا؟ أضعفتوها اجتماعيا؟ أضعفتوها جغرافيا؟ لم تعد حضرموت المحافظة الكبيرة؟ التي تعتبر ثلثة الجمهورية اليمنية؟ أصبحت حضرموت ساحل وحضرموت وادي؟ لأن من يوجد في الساحل لا يرقب بأبناء الوادي أن يكون لهم مشاركة حقيقية في حضرموت؟ يرى فيهم أنهم إخوان مسلمين وأنهم قاعدة وداعش ونحن لا نرى أن الدولة لا تكون إلا في حضرموت انظروا أنتم كلما المطار شقال في حضرموت في الوادي المطار في سيئون شقال الناس رايحة جاية على السيئون والوادي الحكومة وزير الداخلية اتخذها من الوادي ومن سيئون مقرا له لاستقرارها ما يقدر يعيش ولا واحد من مسؤول الدولة يعيش في ساحل حضرموت في المكلة ليش؟ لأن هناك في قوة مدربة لتصفية أي واحد غير حضرمي لتصفية أي واحد من أجل مشروع الحضرمي فقط لتصفية أي واحد في خدمة الإنسان الحضرمي للأسف البحث اني ماسك بشق المرجعية ماسكة بشق والجامع ماسك بشق والسلافيع ماسكين بشق آخر السلافيع البامريرا إذن معاكم الآن أربعة المرجعية الجامع البحثني السلافيع ماشي حبتين أربعة 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 هم من الآن شقالين في حضرموت أربعة لصالح من إذا تصارعت المرجعية بالجامع أو بالمحافظ من سيستفيد؟ عدرو الزبيدي؟ لا بيستفيد من تعتقدون أنه محتل حضرموت الوادي ماشي تقولون حضرموت الوادي محتلة هنا اللي بيستفيد بيجعل من حضرموت التي لم تكن يوما ما دولتين إلا في عهد بريطانيا جابت السلطان القعيط وحطته سلطان على ساحل حضرموت حتى في تلك الحالة كانت اسمها الحضرمية دولة قعيطية حضرمية ودولة كثيرية حضرمية الآن إيش بتسمونها؟ حضرموت الوادي وحضرموت الساحل تبقون تقسمونها اجتماعيا وجغرافيا؟ لماذا تحاربون على عبدالله صالح وقلته كان يبقى يقسم حضرموت؟ أنتم الآن تقسمونها؟ تقسمونها بأبنائهم؟ جعلتم للبحثني مصمار جهة في حضرموت ينفذ أجندات خارجية ليست لها علاقة بحضرموت؟ كانت المشتقات النفطية لصالح حضرموت الوادي والصحراء لكبر حجمها ولتباعد المسافة فيما بينها في نقل التيار، في نقل البضايا، في نقل كل شيء، في الزراعة خمسمية وخمسين ألف طن مشتقات نفطية هي تحسب بالطن أو بالليتر كيفكم؟ حتى حسبوها بالكيلو حسبوها بالكيلو كانت مخصصة من شركة بيترو مسيلة في البابة وفي غيرها من أجل أن ترفض الوادي في هذا قالوا الوادي الآن نحن عندنا تقشف وهو إلى آخره، فلازم أن ترفض الدولة من حضرموت وين صنعة، ترفض صنعة، ترفض وين عدن، ترفض وين الحديدة، ترفض كل الجمهورية اليمنية، وفوقها تحاربونها تمنعون الباقي؟ قالوا خلاص من الخمسمية وخمسين سنصرف إلى حضرموت الساحل، هذا سببه البحثني سنصرف للوادي والصحراء مية وعشرين ألف لتر، طن، كيلو، حجار، مم، هذا هو مخصص حجبه طيب وين هذا المخصص؟ قطعوه الآن، ليش؟ لأن الوادي احتضن الدولة، الوادي بيقيم البرلمان، الوادي دعا إلى إقليم حضرموت الوادي أمن ووفر بقاء الدولة في سيئون، وانتقل إليها بعض الوزراء، هنا صاح الساحل، الساحل العميق، صاح فهم يرون أن الحضارم اللي في الوادي ما كانوا أنهم حضارم، جايين من المريخ إيش رايكم؟ نحن حضارم الوادي، من مكان سيطرة المنطقة الأولى، حضرموت الوادي، نعلنها مع السعودية بيعة للسعودية، نعلن ولائنا للمملكة العربية السعودية معاد بغينا لا جنوبكم ولا شمالكم، إيش رايكم؟ لعلنها بيعة، كافة قبائل ووادي حضارموت، من كندر، وصاعر، صاعر كندر، من كندر، وتميم، ونهد، وعوامر، والجابري، والكثيري، كلنا علننا البيعة للمملكة العربية السعودية، أصبحت هي المملكة هي اللي راعي لنا في حضارموت، وهنياً للمملكة، أصلاً نحن إياهم من مريخ واحد، مكاننا من حضارموت الساحل، هكذا ينظرون أصحاب الساحل بعقلهم استخيف؟ ينظرون على أساس أن الوادي عبارة عن أخوانج، وأنهم قاعدة وأخوانج، تخزوا، كيف تنظرون إلى أهالكم وأخوانكم في الوادي وفي الصحراء، تدقوا مشاكل؟ في الشمس، وتضربهم في ظروف ساحقة، الخير يطلع من عندهم، مجرد أن تصبح التكرير والتصدير من عندكم، تتحكمون وتسلون قوة مدعومة لخدمة أعداء حضارموت، تمنعون عنها مشتقات نفطية عشان الناس تموت؟ على الأقل طلعت الشركة أشرف منكم، يا بحسني ويا من صار في فلك البحسني، الشركة طلعت أشرف منكم، قالت إذا تمنعون عن أبناء حضارموت الوادي والصحراء، فنمنع عن الساحل كمان، كل حضارموت ماشي مشتقات، قالوا لهم بالقوة بنشغلوه، تعالوا شغلوه، جبوا مهندسين من عندكم، شركة بتنعت، إذا كلامي هذا فيه نوع من الخطأ أو مغالطة، انزلوا، روحوا وشوفوا بترو مسيلة من هو يحاصرها الآن، انزلوا، أطلب الناس اللي قاعدين الآن يقول لك قنوب بها قنوب، ويصيحون في المكلة، أنكم مخنوقين خدماتيا، ومخنوقين، وبترولكم يصرف للحوتي في صنعة، بإشراف من؟ بإشراف البحسني، البترول الحضرمي يصرف للجمهورية اليمنية، والحضرمي يأكل سحر، عادي جداً بالنسبة لكم، سلافيع تستحقون هذا الاسم بجدارة، أنكم سلافيع، سلافيع تستحقونه بجدارة، بجدارة، ما لنا وسلطان البركاني، يساقون؟ أو جاء المكلة؟ أو راح الغيظة؟ يجرون ورا، راحين ورا مثل الكلاب، سلطان البركاني، سلطان البركاني مدعوم منكم، هو هاني بن بريك في بنطلون واحد، نعند نقول الكلمة دي، هو هاني بن بريك اثنين في بنطلون واحد، هذا سلطان البركاني حقكم، تطردونه، هو برلمان يمني، عندكم أعضاء الخبجي ما قدم استقالته، ولا عدروس النقيب قدم استقالته، هذولا يمثلون الدائرة السياسية والدائرة الخارجية للانتقالي، هذا البرلمان يتحاربونه، اشتركوا في القناة